الاسبوع اللي فات كان فيه كلام كتير قوي عن السياحة يعني مثلا شفنا النجم العالمي ليوناردو ديكابريو بيتكلم عن جمال الشعب المرجنية في البحر الأحمر وشفنا كمان وزارة السياحة والأثار بتعلم عن الانتهاء من أعمال مرحلة أولى لتطوير المتحف المصري في التحرير وطبعا كلنا منتظرين افتتاح المتحف المصري الكبير واللي هيكون السنة دي إن شاء الله واللي من المتوقع أن يكون حفل افتتاح بتاعه طبعا حفل عالمي عشان كده احنا قلنا أنه لازم يكون معانا النهاردة ترافل بلوجر مهتم جدا بالسياحة الداخلية والفيديوز بتاعته عن الأماكن السياحية والأثارية في مصر بتحقق ألاف المشاهدات على السوشيال ميديا ضفنا النهاردة هو البلوجر يوسف أحمد إزايك يا يوسف؟ الحمد لله تمام إيه الأخبار بلو تمام إنت لسه جاي من ساعتين صح؟ من ساعتين بالزبط من فين؟ من سيوة من سيوة كنت بتعمل إيه هناك؟ كانت رحلة أربعة يام بنقعد على جزيرة في نص البحيرة الملحة وكل يوم بنزور مكان في سيوة مختلف فيه يوم كان سفاري في بحر الرمال العظيم يوم بنتعرف على الهيستري بتاع سيوة تاريخ سيوة كله بنزور المعابد اللي هناك ويوم بروح بحرات الملح اللي هي بالنسبة لي أحلى حاجة في سيوة طبعا طب أحكيلي تاخد تقريبا كم ساعة سيوة من القاهرة لسيوة؟ وبتسافر إزاي؟ الطريق لو مش هتوقفوا فيه بيأخذ عشر ساعات بس طبعا بالوقوف والرست والحاجات دي بيرسع على 12 ساعة ده كتير قوي بس بس سافر بعربية؟ ببس؟ العربية ممكن تكون أسرع شوية؟ ولا هي هي؟ لا أعتقد هي هي ما بتفرقش قوي ما بتفرقش؟ لا هي أقل حاجة عشر ساعات طيب أنا عايزة أسألك على حاجة إحنا قرينا أنك سفير وزارة السياحة احكي لنا التايتل ده إزاي يجي؟ أنا أولا بقالي ست سنين بسافر جوه مصر الحساب بتاعي على الإنستغرام هو أبار عن مصر بس مطلعش بره مصر وقررت أن أنا أكدس حياتي كلها أن أنا أوري الناس الأماكن اللي في مصر اللي هما ما عرفوهاش والأجانب أغير المفهوم الخاطئ اللي عندهم إن إحنا مش لسه بالجمل وكده اللي هما بجد فيه ناس ليس فاكرة نحنا لسه بنركب جمال في الشارع وأن الأهرامات في نصف الصحراء بجد مفهوم خاطئ فقررت أن أنا أوريهم إن ده غلط فبدأت أسافر وأتصور وأننزل صور وأننزل فيديوز الفيديوز دي بتنتشر بطريقة كبيرة على كل سوشيال ميديا فاجأة لقيت وزارة السياحة بيزموني على كام إيفنت بعد كده بقوا يصفروني مثلا منطقة معينة شارم الشيخ مثلا يقعدوني فيها أسبوع أصور لهم كل حاجة فيها وأبعت لهم الفيديوز دي هما ينزلوها حتى لحد ما بقيت سفير وزارة السياحة أي إيفنت لي علاقة بوزارة السياحة افتتاح مثلا أو عدى مثلا مئة سنة على توت عن خامون الحاجات دي أنا بروح أكافرت للسوشيال ميديا بتاعته طبعا تايتل مشرف بصراحة صراحة أوه أنا بفتخ لما بقول كده صراحة لأ طبعا تايتل حلو جدا وغير إن هو كمان التايتل وإن أنت بتعمل حاجة جميلة لبلدك كمان فكرة إن أنت بتشوف حاجات كتيرة جدا وفكرة تتسفر كتير وبيدي لك فرصة إن أنت تشوف برضو حاجات وتحضر إيفنس ما كنتش ممكن تكون متخيل أنك تشوفها بالزبطة كان طيب أحكي لنا عن الفيديوز بتاعتك أنت بتقول أنا قررت أن أنا أسافر جوه مصر فقط وطبعا هي كبيرة وحلوة فيها كل حاجة بس إيه اللي خليك تخلي المحتوى بتاعك على السوشيال ميديا وفكرة الترافلينج أو السفر وإنه يكون داخل مصر فقط زي ما قلت ناس كتير قوي أول حاجة بتبقى عايزة تسافر بره على طول بس هم أصلا ما شافوش اللي عندهم الأول لشان يسافروا بره فأنا الفكرة دي يوسف إحنا لو وعدنا يعني عشرين سنة نحاول نخلص اللي عندنا في مصر مش هيخلص دي حقيقة ناس بس بتروح تذهب أو مثلا ذهب وسكندرية وتقول لك أنا خلاص لفيت مصر كلها ولأ هي مصر كبيرة قوي وحتى المكان الواحد ممكن أروح عشر مرات والعشر مرات عمل حياة جديدة كل مرة فحتى لو أنت لوحتي الغرداء مرة مثلا ما يفعلش تقولي خلاص أنا روحت الغرداء مرة عشان الغرداء دي لوحدها في عشرين ألف حاجة من كنت تتعامل ده البارت للمصريين الأجانب بقى بجد كنت عايز أصلح المفهوم ده لشأن أنا بتعامل مع أجانب كتير قوي وبجد بيكلموني بكل جدية اللي هو فيه ناس بتسألني عندكوا إنترنت في مصر فيه ناس بتقولي عاجات مستفزة جدا اللي هو لازم نغير المفهوم ده فحصيت أن أنا ممكن أخد الفيديوز بتاعتي دي ووصلها لعالم كله وبجد يشوفوا يعني إيه مصر نحن لسه مش لسه فرعنا ولا أجمال ولا أهرامات أهرامات جميلة وكل حاجة بس فيه حاجات أجمل بكتير قوي لازم يشوفوها تفتكر إيه أول فيديو جاي عليه أقبال كبير جدا على السوشال ميديا من الفيديوز بتاعتك آه منسهوش طبعا أحكيني عنه أنا كنت عامل زي سلسلة فيديوهات كده اسمها ذريل إيجبت مصر الحقيقية بأوريهم في الأول جزء الناس فكرة مصر عاملة ازاي بتجي فيها الأهرامات والصحرة والجمال وكده بعد كده الحقيقة اللي هو مصر فيها لا شواطئ مش موجودة في العالم كله بشهادة ناس لفة العالم فيها أماكن بجد زي الصحر البيضة والسودة الحاجات دي لما تروحوها بجد على الحقيقة الانبهار مش طبيعي زي المكان ده في مصر حتى أول حاجة بتقولها احنا مش حاسين احنا في مصر فدي أول فيديو عدى الاتنين مليون فيو ده أول فيديو على طول أول فيديو عدى ده أول فيديو تشهر جامد قوي فده لا يمكن انساء وكان عن الصحرة لا كان عن الناس فكرة مصر عاملة ازاي ومصر في الحقيقة عاملة ازاي طب يجي لك كومنس من أجانب كتير جدا طب احكيلي كده نص الفولورس بتوى أجانب اللي يقول لي ايه ده ما كناش فاكرين كده واللي يقول لي ايه ده الأفلام تلعت غلط خالص طبعا مصر بتطلع في الأفلام الجمال وأهراماته فلا كلهم بيقولوا لي ما كناش نتخيل ان الجمال ده كله موجود في مصر طب انت روحت كم حتة جوه مصر حكيلي كده عن الأماكن انت روحتها جوه مصر وحكيلي عن أكتر حاجات غريبة أكتر حاجات غريبة قولي الأول انت روحت فين جوه مصر أنا رحت كل حتة في مصر خلاص لقصر طبعا أسوان لا الحاجات دي كلها روحتها لفيت مثلا أربع مرات فلقصر أسوان غردقة مرسعلم فيوم لوحات الدخلة الخارجة شرم الشيخ طبعا نويبع سيوة روحت كل حتة طيب إيه انت شايف من وجهة نظرك أكتر المكان كان مميز بالنسبة لك أو ما كنتش متوقع ان هو يطلع عامل كده ولما روحت انبهرت صح ربي ده دافنت ليه المكان ده بجد هم مسمينه وكأنك تلعت الأمر انت بتروحي صحرة كلها حجر جيري بس على شكل على أشكال كتير قوي فيه المشوم فيه الفرخة فيه أبو الهول فيه حاجات كتير قوي فانت بتبقي ماشية في صحرة كلها حاجات راملة هناك نعمة فيه حجرة تراملة نعمة بس الصحرة البيضة دي مش راملة نعمة حجر جيري حجر جيري ده بيبقى ناشف طبعا بس المنظر هناك بالزاد في الغروب والشروق خطيرة جنبها بقى على طول الصحرة السوداء زي حاجات بوركانية كده زي جبال بوركانية كتير قوي على مرمى البصر كله فانت بتطلعي جابل كده بصي من فوق تقولي برضو ازاي المكان ده موجود في مصر نحن نعرفش عنه حاجة طب أنا عايز أسألك بقى شوية أسئلة كده بالنسبة للمشاهد الطبيعي اللي قاعد بيتفرج علينا هيبقى بيسألها جوا دماغو أول حاجة الوقت الدقيع بالعربية أو بالأوتوبيس عشان نروح الصحراء أربع ساعد أربع ساعد ده مش كارسة خالص مش كارسة خالص في قوتلات هناك ولا بيعملوا كامبنج لا أول حاجة حرام نروح الصحراء ونعود في قوتل عشان بقد هي أكسبيرينس الصحراء كلها يتيتعودي في الخيمة وتولعي نور بالليل وتفرجع النجوم لها الحياة البسيطة بس طبعا محتاج جروب أو شلة معاك علشان ما تزهقش تعتقب يعني تختلف من واحد لواحد أنا ممكن أروح للصحراء مع اتنين صحابي وبسط جدا بس طبعا لو مع جروب كبير بيبقى في حفلة بيبقى في ناس كتير تتكلم معاها ومفاهمة فبتختلف وانت بقى بتجيب التنت أو الخيمة وتعملها في الصحراء وتبات هناك هو الناس العايشة هناك بيدوكي كل حاجة اه يعني أنت بتروح لوحدك انت بتروحي بشنتتك اوكي وهم هناك بيروحوا مديين لك الخيمة بتاعتك خيمة ومرتبة وبطنية وسليبينج باج وبيتبخولك أكل في الصحراء كل حاجة ودي جوغلتهم ومهنتهم هناك لكنك قاعدة في قتال بالزبط هم بيعاملوا كل حاجة بس عارة بس في الصحر في الصحر دي حلوة قوي دي خطيرة طب هل المكان ده يعني ممكن يروحوا مثلا من سن كام يعني مثلا عائلة مثلا بأطفال صغيرة ولا لا لأ لأ أنصح مثلا أول سن بقى 15 سن اوكي الأطفال مش هتفهم اوكي في الصحراء ما فيهش حاجة تبوصي عليها تنبهري انتي لازم تروحي بتحسي المكان مش بتتفرجي عليه فالأطفال مش تفهم قوي هيلعبوا في الرمضة شوية وهيزهقوا بس 15 سنة بجد الإكسبرينس تبدأ تتحس بفهمها اللي هو ايدي أنا روحت خيمت ونمت في الصحراء فيش حمام مفيش سجنل مفيش أي حاجة يعني هناك كمان مفيش تلفونات فيش أي حاجة بتروحي تفسلي عن العالم كله فيش أي أخبار بتوصل لك يعني الواحد برضو من النوقت التالي أكيد بيكون محتاج انه يفصل لك أنا لازم بروحها تليست مرة كل ثلاث شهور يه يعني أربع مرات مثلا على الأقل أكتر مكان روحته في مصر المرة الجاة تبقى المرة لكما عشر الله إن شاء الله طيب دخول السيف جاي والناس طبعا بتشتكي من المصائف وأسعار المصائف وقد إيه الدنيا بتبقى غالية جدا على المواطن في أنه يصايف بعيلته وكده أنت تقولي على مكان مصيف ينفع للأطفال وكعيلة من غير ما يكون أسعاره غالية ويكون بحر حلو طبعا وما يكونش يعني غالي إن إحنا نقضي مثلا أسبوع أو عشر تيام هناك بصي أجمل شاطئ روحتها في مصر شاطئ كلها شاطئ عام فده مش هكلفك أي حاجة لو أنت روحتي قعدتي في قتال على قد الفلوس اللي معاكي وتاخدي عيلتك وتاخدي كل حاجتك وتروحي تقضي اليوم في الشاطئ ده زي مارس عالم مثلا هي مارس عالم كلها شاطئ عامة المزارات بتاعيتها أصلا شاطئ عامة فأنت لو روحتي خدتي أكلك خدتي كل حاجة قضيتي اليوم كله على البحر عطبستي جدا وبجد مش تتفاق أي حاجة ولا حاجة ولا أي حاجة يعني يوم بلاش تسكرة المحمية تقريبا 10 جنيه 15 جنيه يه والأوتل أنت على حسب البدجت بتاعك على حسب في الموشف بس في أوتلات بتختلف أسعارها طبعا لأ مارس عالم فيها في حاجات قليلة سعرها مناسب من أول شقق لحد أوتل خمس نجوم طيب ومارس عالم بنروحها في المطار ولا بيبقى بالعربية في مطار بس المطار عن المزارات برضو ثلاث ساعات فالواحد لسي يروح بعربية تروح بعربية وكم ساعة 12 ساعة برضو برضو ممكن تخذي الطيارة بعد كده ثلاث ساعات بالعربية عشان تروحي للحاجات لكن بس هي برضو فكرة اللي هما بيقولوا عليها الرود تريب أو اللي هو الرود تريب صلاحة جميلة أنت رحلة في العربية أصلا طريق الغردقة جميل جدا ووسط الجبال ومتسافل يعني برضو فعلا الرود تريب جميلة طيب ايه هي الهيدن جيمس اشرحي الأول يعني ايه معناها وإيه اللي حصل في الموضوع ده حكي لنا عنه الهيدن جيم يعني مكان حلو قوي الناس متعرفش عنه حاجة فدول في مصر كتير قوي الصراحة عشان هو بجد مصر الأماكن المعروفة فيها هم اثنين ثلاثة الذهب والسيوة طلع ترند دلوقتي ونويبع مصر أو الساحل أو الجونا الحاجات دي بس الهيدن جيمس مثلا جزيرة هيصة في أسوان دي الجزيرة بجد ما حبش أقول زي حاجات بره بس عشان تعرفي أنا بتكلم عن ايه زي سانتوريني في اليونان بالزبط جبل عليه كامبس قاعدة شايفها فيون نيل على مرمى البصر برضو نفس لون المياه بتاعت اليونان نفس كل حاجة الغردقة فيها جزر في نص البحر ناس ما تعرفش عنها حاجة خالص يعني هو المشهورة قوي جزيرة الجفتون بس فيه جزر تانية زي جزيرة جبل زي جزيرة طويلة بس الحاجات دي هتبقى غالية شوية دف في البحر الأحمر قدام الغردقة على طول قدام الغردقة بالزبط يعني هي جزيرة طويلة دي بيبني عليها دلوقتي منتجعة أصلا زي المالديفز بالزبط فيلل جوه البحر اللي هو بتفتح الإزاز تبقي بجد جوه يعني هي مبنية فوق البحر بس ده ليسه هتفتح ده إن شاء الله إن شاء الله طيب ممكن تقول لي إيه أشهر الغلطات اللي الناس بتعملها لما بتيجي تسافر أشهر غلطة كلنا عارفين هو بنحجز مكان على حسب الصور اللي بنشوفها من السوشيل ميديا من غير ما نقرأ أي ريفيوز عنه فبنسبة 80% بتروح تشوفي حاجة تعنيها خالص غير اللي أنت شفتيها على الصور بتبقى صادمة طبعا فأول حاجة لازم عينها نقرأ الريفيوز والريفيوز من حد يكون بيين إن هو فعلا راح مش أكاونت فيك أو حاجة فهي دي بجد اللي بيبين المكان وبيبين الإكسبيري نحنك عاملة إزاي ممكن تبقى القوضة حلوة بس مثلا الحيطان رفياع جدا فأنت قاعدة سامعة كل حاجة بتحصل برا كده كده الصورة اللي على السوشيال ميدي دي هما بنققوا أحسن حاجة عنهم طبعا أنت مش شرط تروحي تاخدي نفس الصورة اللي أنت شفتها مش نفس القوضة مش نفس الريفيوز حاجات دي يعني أول حاجة وإحنا بنحجز القتل نبص على رفيوز أول حاجة قبل الصورة قبل الصورة الصورة دي بس تخليك تخشي ولكنه لازم عشان تحجزي تقري الريفيوز الأول طبعا تاني حاجة بنعملها غلط وإحنا بنسافر إن إحنا ممكن نبقى مثلا المكان إحنا طول اليوم بره فيه ومنحجز قتال غالي جد فأنت الفلوس دي بتضيع وأنت أصلا بتروحي تنامي تسحي الصبح تمشي من المكان ده صح عن نومة أول حاجة تشوفي المكان أنت رحاضة هل أنت فعلا هتعودي فيه لو الغردقة مثلا رحة في ريزورت لأ أنت هتعودي لأربعة أيام جوه الريزورت فهتنقي حاجة كويسة بس حاجة زي سيو مثلا لأ أنت تتولي اليوم بره حرفين بجد تصحي الساعة 8 الصبح تتلعي ترجاي للأوتال الساعة 10 بالليل فليه ندفع أوتال غالي أو حاجة فلازم تشوفي هتعامل إيه الأول و تحجزي الأكوموديشن مش العكس طب الباكينج أنا بقى اللي دايما عندي مشكلة ما أعرفش بجد عمل إيه يعني خصوصا لما بيبقى طبعا بأدخل أبص شوف درجة الحرار بتبع عاملة زي وأكيد عمرها بتكون مظبوطة أو أكيرت 100% لكن الوقت عارف اللي هو بين السيف والشتة اللي هو بتبقاش عارف تحط إيه في شنطتك شتوي ولا صيفي تقيل ولا خفيف أنت بتعمل إيه في الموضوع ده خلاص تعودت بقيت عارف تاخد إيه معاك أنا عشان روحت الأماكن كتير أغير فأنا عارف هي في الصيف عاملة إزاي في الربيع عاملة إزاي في الخريفة عاملة إزاي وفي أماكن بتتجنبها في وقت معين آه طبعا أوكي آه طبعا مش أقول لك لا بعمل إيه بشوف أنا مثلا وأول وأنا في القهرة بشوف أنا أول يوم هالبسكاز ثاني يوم هالبسكاز مش اللي هو ياخد خمسة ستة هدوم وقعد هناك أكرر ببقى نكرر مع القهرة عشان بجد اللي شنط دي بتفرق جدا يعني حتى حمله يعني والشيلة طول السفرية طبعا فأنا عطول بسافر بشانتة صغيرة كده معروف بيها عمري ما بكبر عن الحاجات دي إلا لو معي حاجات بقى أكسترا مخصوصة عشان المكان دعوامة مثلا دعوامة دي تبقى كده فبنكرر قبل السفر مش وإحنا هناك هتلاقي الموضوع بسيط جدا طبعا الدرجة الحرارة بتديكي بس مش قوي فأنتي لو خايفة ممكن تجيبي جاكت واحد مثلا زياد تلبسيه فوق الهدوم بس مش اللي هو جيب هدوم شتوي وصيفي وهناك أكرر دي أنا دي ألا قددت وصعب قوي دي طيب إيه خطتك الجاية أنا عارفة أنت لسه رجع من سيوة زي ما قلنا بس عايز عارف لو فيه سفرية تاني قريب قريب لا الصراحة أنا مسافر أدرس بر مصر لمدة خمس شهور فالخمس شهور الجاية دي مش فيه أي حاجة بس قوي مرجع ان شاء الله هكمل الزفريات دي وراح فين راح الماني هتاخد اي كورس أنا بدرس أصلا في الجامعة المانية أنا لسه في الجامعة فبدرس هندسة آخر آخر سمستر هدرسه بر طيب فيه انتباع كده دايما بيقول انه الناس علشان تسافر حتى لو وجوه مصر ممكن يكونوا محتاجين تكاليف وفلوس كتيرة جدا 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 تقول ايه للناس دي كلمة دي عامة قوي وما تتطبقش على الناس كلها السفر اكوموديشن اقامة ترانس بورتيشن الانتقالات والاكتيفيت يزرمت وتعملوها هناك كل حاجة من دول في منها اللي بمية جنيه وفي منها الالفين جنيه يعني فالش روح عاد في قتال بعشر تلاف جنيه واقول السفرية دي كتت غالية جدا أنا اللي عامل كده حتى الجونا الجونا معروفة انها غالية جدا أنا ممكن الالفين تلاف جنيه روح عاد خمسة يام في الجونا هتأجر شقة انت واصحابك هتاخد بدل العربية تاخد اوتوبيس الحاجات دي كلها موفر بتوفر بالزبط كل واحد على قد فلوسه بيسافر فأي مكان حتى الجونا الجونا دي من أغلى الأماكن في مصر بس بجد انت ممكن بولا حاجة تروحي فالجملة دي غلط خالص غالي أو رخيص انت اللي بتحدديها مش المكان بالزبط من طريقة ازاي انت هتقضي كام يوم دول بالزبط كده في بس من قول 100 جنيه لحد التذكرة بألف جنيه طيب يوسف انت عندك فالورز كثير ما شاء الله على السوشال ميديا بس انا عايز اسألك سؤال لو اي حد بعتلك رسالة اي انسان انت متعرفوش عامل لك فالو او لأ وبيسأل اسئلة معينة عن ان هو محتاجة لعصفرية معينة او بيسألك سؤال معين هتقدر ترد عليه بحاول على القد ما اقدر الصراحة مش هواعدك ان كل الناس بجد بيجيلي مسيجز كتير قوي فبشوف ايه السؤال اللي بجد هو مش هيعرف في حتة تانية وبرد علي بس بجد الساعة ما بقاش عندي وقت رد على الناس كلها طبعا فبقاس فيه زي برايوريتي عدد الفولورز بتوعك دلوتي بيقضي احنا علينا سبعة و تسعين الف ان شاء الله ان شاء الله نوصل مية ان شاء الله يوسف انا بشكرك جدا على وجودك معي النهاردة ومبسطت قوي في الانترويو بتاعك ووضحت لنا حاجات كتيرة والمرة الجاية انا هبعتلك هشوفك هترده لأ عشان لما بقى مسافرة اسألك كم سؤال تمام شكرا مرسي يوسف عافظ وبكده تكون خلصت حلقتنا اشوفكم الاسبوع الجاي في حلقة جديدة ان شاء الله باي باي